المخصصات تضغط على أرباح البنك السعودي الفرنسي العام الماضي وأرباح شركة دول الاتصالات في الإمارات تتراجع بـ 85% في الربع الأخير من العام الماضي أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نبض السوق من العربية ونبدأ مع آخر نتائج القطاع البنكي السعودي حيث تراجعت الأرباح الصافية للسعودي الفرنسي بأكثر من 50% العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق لتبلغ مليارا و 500 مليون ريال وتأتي بذلك أقل من متوسط التوقعات الذي كان عنده نحو ملياري ريال وقد جاء الانخفاض نتيجة ارتفاع إجمال المصاريف التشغيلية بنسبة 55% بسبب الزيادة في مخصص خسائر الاعتمان ورواتب ومصاريف الموظفين قبل ذلك جزئيا عكس انخفاض قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى وفي الوقت نفسه ارتفع إجمال الدخل التشغيلي بفضل زيادة دخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي بالإضافة إلى صاف دخل العمولات الخاصة أما بالنسبة للربع الأخير من العام فجاءت الأرباح أقل بكثير من متوسط التوقعات لتبلغ 94 مليون ريال بتراجع فاق 80% عن أرباح الربع الأخير من العام 2019 سهم الفرنسي على انخفاض بستة عشار النقطة المئوية أيضا في قطاع البنوك وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك الأهل التجاري زيادة رأس ماله من 30 مليار ريال إلى 44 مليارا و780 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار أسهم عادية لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهل التجاري وفي حال موافقة مساهمي البنكين على قرار زيادة رأس المال سيتم إصدار أسهم لصالح مساهمي مجموعة سامبا وإلغاء إدراج أسهم سامبا في السوق السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج هذا أداء السهمين سامبا على ارتفاع بـ 2% والأهل التجاري أيضا بنفس النسبة تقريبا نبقى مع النتائج السعودية حيث منيت شركة سابتكو بخسائر صافية بلغت 378 مليون ريال العام الماضي مقارنة مع أرباح تجاوزت 47 مليون ريال في العام الأسبق أما خلال الربع الأخير من العام الماضي فقد تفاقمت خسائر النقل الجماعي لتتجاوز 75 مليون ريال ويعود سبب تحقيق الخسائر بشكل أساسي إلى انخفاض إرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس هذا إضافة إلى تسجيل هبوط في قيمة موجودات وتسجيل خسائر في مشروع مشترك لطبعا تأثر أعماله بجائحة كورونا في هذا السياق أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي سابكو أيضا كان السهم على انخفاض والآن ينتقل إلى الارتفاع بنصف النقطة المئوية بعد بداية سلبية خلال مطلع جلسة اليوم ماذا عن مؤشر السوق السعودية؟ مكاسب بنحو واحد في المئة قيم التداولات الآن تقترب من ثلاثة مليارات ريال وذلك بعد جلسة نشطة نسبيا كنا قد شاهدناها خلال البارحة وللمزيد إذن مشاهدين حول آخر النتائج السعودية ينضم إلينا من الرياض الأستاذ مازن سديري رئيس الأبحاث في الراشحي كابتل الأستاذ مازن أهلا بك وشكرا لانضمامك إلينا نبدأ طبعا بنتائج السعودي الفرنسي مخصص الخسائر كبير جدا 2.8 في نهاية العام 2020 مقارنة بواحد مع نهاية عام 2019 وتركزت المخصصات في الربع الثالث والرابع كيف نظرت إلى هذه الزيادة؟ هل كانت متوقعة في رأيك في مخصصات الفرنسي؟ يا هلا أستاذ ناصر الحقيقة البنوك السعودية قاعدت تشهد قروض غير عاملة ومخصصات منذ 2016 لكن أيضا خلال عام 2020 بدأ الارتفاع الحقيقي كان فيه تصاعد الملحوظ أكثر وهذا مؤشر أن البنوك اللي إكسبوجر أكثر أو حجم من أصولها محفظة إقراضها أغلبها للشركات هي اللي عندها المخصصات عالية تقريبا يعني البنك الفرنسي حجم القروض عنده حجم الإكسبوجر من الإقراضه 60% من حجم أصوله هو الكوربرت هو الأعلى في القطاع كله فهذا مؤشر أن البنوك اللي راح يكون عندها الإكسبوجر راح تعاني العام الماضي أستاذ ناصر كان مجموعة أرباح البنوك بعد الزكاة 45 مليار ريال هذه السنة لحسب ما أظهرت سامة توقعات الأرباح إذا أخذناها بعد الضرائب راح تنخفض الـ 37 ثم تعود العام الآخر 45 مليار هذه تقديرات الراجحة المالية العام الماضي راح تستعيد مستوى الأرباح عام 2019 ولكن في بيئة مختلفة ببعن أن القروض النمو أولا في بيئة فوائد منخفضة هذا واحد الشيء الثاني أنه راح يكون النمو جاي من قطاع المورقج فنظرتنا المستقبلية أن البنوك الأكثر القطاع الإسكان والإقراض العطاري هي التي راح تستفيد إحنا أصدرنا تقرير من أسبوع وتوقعنا فيه أن حجم النمو السنوي للقروض العقارية راح يرتفع 28% يعني هالسنة راح يكون 90 مليار ريال الحجم الزائد ورح يكون طبعا أغلب البنوك اللي أصلا دخلت هذا الأربع الكبار هم اللي راح يكون لهم النصيب الأكبر مثل الراجحي الـ CB البلاد الجزيرة وشفت أنت أيضا نتائج البلاد قبل الأسبوع الماضي اللي أبغى أوصلنا في الجزئية هذه أنه جزئية التوزيعات تركيبة البنوك اللمو فيها راح يكون كمي للعامل القادم في سؤال مهم جدا نتوقع راح تسألني أستاذ ناصر أنه هو حجم المخصصات اللي جاء هذه السنة لا يعكس المخصصات الموجودة في القطاع البنكي وأنه هناك بالنسبة للـ SMEs القروض التعثرات التي عليهم هذا صحيح لذلك نتوقع القروض غير العاملة برغم أنها ارتفعت إلى 2.2% كويس أنها ممكن ترتفع أن تواصل ارتفاعها أن تواصل ارتفاعها لكن نسبيا يعني 2.5 إلى 2.4 وهذا نتوقع أن يكون تحت رقابة ومرأة ونظر البنك المركزي بس 2.5 مازل هل ترى بأن هذه ضروة الـ NPL بالنسبة للبنوك خلال هذه السايكل؟ مبدئيا الـ NPL ترى ارتفعتها السنة يعني من 1.9 إلى 1.2 إلى 1.3 ارتفعت عموما إحنا دخلنا المخصصات يعني ترى تدريجيا ترتفع متابعتنا لها لا ترتفع بشكل يعني 2016 كان عام صعب على الاقتصاد السعودي يعني رأس نزول إسعار البترول إعادة هيكل اقتصادية الإنفاق الحكومي ارتفعت المخصصات تدريجية من 1.2 في ثلاث سنوات إلى 1.2 وتذكر المقاولين كان فيه مشاكل ارتفعت من 1.2 تدريجيا إلى 1.9 نهاية العام الماضي والآن ارتفعت 2.2 فتحت مرأة ونظر البنك المركزي رح يتابع الارتفاع التدريجي لها ما نتوقع أن يأتي إمباكت ممكن بنك معين يأخذ مخصصات عالية في ربع لكن كل القطاع البنكي لا أعتقد أن الارتفاع رح يكون نسبي ونتوقع أن يستعيد البنوك وطبعا مع إنهاء السامة لبرامج تأجيل الدفعات مع نهاية الربع الأول نقطة فقط على الفرنسي الملفت أيضا أستاذ مازن بأن محفظة القروض الآن تجاوزت 130 مليار والودائع 127 مليار ريال يعني الودائع أقل من القروض نتعدى مستويات المئة في المئة هل لك من تعليق على هذه النقطة تحديدة؟ يعني هذه لها جزئتين ستضغط على البنك أن يوجد ودائع أو ممكن تكون ودائع مكلفة والشيء الثاني في أقراضه يعني برضو أقراضه لأنه تجاوز المية في المئة تضغط عليه على سرعة النمو عنده في الأقراض هي لها بعدين عليه ننتقل إلى قطاع الإسمنتات وفي التقرير الأخير في يناير يظهر بأن هناك نمو في مبيعات الإسمنتات على مستوى المملكة في شهر يناير لكن الصورة متباينة يبدو أستاذ مازن في المناطق المختلفة ممتاز هذا السؤال هو الحقيقة حتى شفت أنت نتيج شركة إسمنت القصيم كان في نزول سنوي ما كان بعيد عنده وقعاته لكن كان في نزول والتقدير كان بسبب الأسعار أنا أعطيك اللي صاير في ثلاثة مناطق ارتفعت اللي هي الجنوب واللي هي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطة ارتفاع بسيط وانخفاض في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية المنطقة الجنوبية الحقيقة صار فيها game changer يعني بعد ما ارتفع الإقراض الإسكاني فيها صارت شركات الجنوب أصلا تعزز يعني شفنا نمو في اسمنت نجران وكانت من أكثر الشركات ربحية نمو سنوي ممكن شفتها في يناير 20% سنة ثانية أعلى شركة في النمو بعد اسمنت العربية وأيضا اسمنت الجنوبية هذا خفف الضغط على شركات المنطقة الغربية اللي أيضا صار عندها طلب فزاد النمو أيضا في المنطقة الغربية هذا زاد النمو عندهم الوسطة كان فيه نمو فيها لكن المشكلة أنه مع ضعف الطلب في الشمال زاد الضغط على المنطقة الوسطة والاوفر سبلاي فنعتقد أنه صار فيه ضغط على الأسعار حرب أسعار بين شركات المنطقة الوسطة خلال الستة أشهر الماضية ولو تشوف الكميات الأسعار رح تلاحظ أنه فيه نزول تدريجي لكن نعتقد أن هذا الشيء رح يتوقف لسبب بسيط النمو الزايد رح يخفف كمية أو زيادة المخزونات الزايد بالإضافة أنه عدد من المصانع وصلت الطاقة 100% ونعتقد أنه هذا الأسعار اللي شفناها في الربع الرابع كمتوسط هي البطن وباللاحظ نمو بسيط في الربع الأول نتائجه ترجع في أسعار الأسمات في أسعار الأسمات المنطقة الوسطة هكذا نقرأ المشهد شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن سديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابتل أهلا وسهلا بك هذه النظرة أيضا مشاهدين على حركة أسعار النفط مع برنت الذي كان قد وصل إلى 61 دولار وذلك إلى أعلى مستوياته في 13 شهرا في ظل طبعا التوقعات بتحسن الطلب مع التوزيعات اللقاحات واستمرار قوة الطلب في الصين والهند وأيضا من جانب المعروض الخطوة السعودية بخفض إضافي طوعب مليون برميل يوميا لشهر فبراير وأيضا لشهر مارس في قطاع الاتصالات الإماراتي تراجعت أرباح شركة دو العائدة إلى مساهم الشركة بـ 15% العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق إلى مليار وأربعمائة مليون درهم جاءت هذه الأرباح أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان عنده مليار وسبعمائة مليون درهم أرباح الربع الأخير تراجعت بـ 85% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 68 مليون لتأتي أيضا أقل من التوقعات وأوضحت دو أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على معظم قطاعات الأعمال محليا وعالميا وفي هذا السياق أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للعام الماضي بقيمة 28 فلسا للسهم كما وافق مجلس الإدارة على رفع نسبة تملك الأجانب لتصل إلى 49% من رأس المال دو بطبيعة الحال على انخفاض بسبب هذه النتائج وخفض التوزيعات وسهم متراجع بأكثر من 2.4% مؤشرين الإمارات على ارتفاع في دبي وأيضا في أبوضبي نتوقف الآن مع فاصل قصير نتابع بعده في نبض السوق ارتفاع قيمة منصة رادت إلى 6 مليارات دولار أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد إلى نبض السوق قفزت أسهم نيكس جين وهي شركة خاصة لأغراض الاستحواذ أو ما يعرف بسباك قفزت في وول سريت يوم أمس بـ 40% بعد أخبار عن استحواذها على شركة مختصة بصناعة الشاحنات الكهربائية العرض التالي من الزميلة لارا حبيب يوضح ما هي السباكس وكيف تعمل وما هو سبب الإقبال عليها بقوة خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد سمعتم خلال الأويناء الأخيرة مصطلح سباك فما هو هذا المصطلح؟ إنه اختصار لكلمات Special Purpose Acquisition Company وباللغة العربية شركة الاستحواذ لأغراض خاصة الإسم يشرح جزء كبير من عمل هذه الشركات فهي لا تعمل في أي مجال تجاري أو صناعي أو خدمي بل لها غرض خاص من تأسيسها وهو العثور على شركة قائمة لشرائها والاندماج معها بهذه الطريقة تصبح الشركة الخاصة المستهدفة مدرجة في السوق دون المرور بالطريقة التقليدية للاكتتابات العامة التي تتطلب فترة زمنية أطول وشروط أكثر صرامة ولهذه سباكس اسم أكثر تعبيرا عن مضمونها وهو شركات الشكات على بياض أو Blank Check Companies فمن يستثمر بها لن يعرف أين ستذهب أمواله أو مع أي شركة ستندمج الأموال التي تجمعها سباكس توضع في حساب Trust Fund مدر للفوائد ولا يحق لها أن تتصرف به إلا في حالتين إيجاد شركة للاستحواذ عليها أو إعادة الأموال للمستثمرين لأنها لم تنجح في ذلك في الوقت المطلوب الذي يكون عادة عامين المستثمر يصوت على الصفقة وله الحق باسترداد أمواله إذا لم تعجبه الشروط ولكن على سعر الاكتتاب وليس على سعر السوقي للسباكس الذي يتذبذب بعد إدراجه وفي حال المضي قدما في صفقة الاستحواذ يكافى المؤسسون بعشرين بالمئة من أسهم السباكس على سعر أدنى بكثير من القيمة الإسمية بعد إتمام صفقة الاستحواذ تتحول الأسهم في السباكس إلى أسهم في الشركة المستهدفة حسب تقييم الأخيرة سباكس موجودة منذ ثنوات عديدة ولكنها برزت منذ العام الماضي لتسهيلها شروط الإدراج على الشركات الخاصة ولارتباطها بمؤسسين معروفين قبل أشهر بيلك الأكمن مدير صندوق تحوط معروف أسس سباك بأربع مليار دولار وكان هذا رقم قياسي Virgin Galactic التابعة لريتشارد برانسون تحولت مؤخرا إلى شركة عامة عن طريق سباكس على فكرة في العام 2020 جمعت الطروحات الأولية لسباكس في الولايات المتحدة أرقام قياسية بلغت 82 مليار دولار أي ست أضعاف أعلى من أرقام 2019 وأي أن نصف الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة العام الماضي تمت عن طريقها فهل سيستمر هذا الزخم لتحول مكان الاكتتابات التقليدية أم أن طفرتها غير مستدامة كما توقع الرئيس التنفيذي لجولدمن ساكس ارتفعت قيمة منصة رادت لتصل إلى 6 مليارات دولار بعد جولة تمويلية جمعت من خلالها الشركة 250 مليون دولار من مستثمرين وقد استفادت الشركة من الشعبية التي اكتسبتها خلال الصعود الصاروخي لعدد من الأسهم أبرزها جيمستوب نتيجة لمحادثات تمت على هذه المنصة من قبل متداولين الأفراد وتهدف رادت لاستثمار ذلك المبلغ في تطوير الأعمال الإعلانية التابعة لها والتوسع في آخر أخبار العملة المشفرة بيتكوين سجلت بيتكوين مرة جديدة مستويات قياسية لامست مستوى 48 ألف دولار وذلك بعد إعلان من شركة تسلا للسيارات الكهربائية بأنها اشترت ما قيمته مليار ونصف المليار دولار من العملة كما أعلنت عن قرب قبولها للبيتكوين كوسيلة لدفع ثماني سياراتها وكان إيلون موسك قد غرد أكثر من مرة معربا عن دعمه للعملة المشفرة بما جعلها ترتد من مستوياتها المنخفضة التي وصلتها قبل أسبوعين عند 29 ألف دولار إذن هذه نظرة على بعض أبرز العملات المشفرة البتكوين حاليا دون 48 ألف دولار ماذا أن العملات الحقيقية الدولار الأمريكي اليوم منخفض في ظل تراجع شهية المخاطرة مع طبعا وصول وول ستريت لمستويات قياسية اليورو أيضا كذلك على ارتفاع أما آسيا فأيضا بنفس هذه إغلاقات أمريكا طبعا الأخيرة على مكاسب لمستويات قياسية دفعت أسواق آسيا كذلك للارتفاع صباحا ولكن كان هناك بعض التباين على بعض الأسواق الأوروبية مطلع تدولات جلسة اليوم إذن مشاهدين نذهب الآن مباشرة إلى زميلة كارينا كامل تنضم إلينا لآخر التطورات صباح الخير كارينا لنبدأ سريعا حول التوقعات لفتتاح أسواق أوروبا صباح هذا اليوم بعد المكاسب القياسية لوول ستريت في الجلسة الأخيرة ناصر اليوم البداية تبدو سلبية بالنسبة للأسواق الأوروبية الأسواق بدأت تعاملاتها في أسواق الألمانية على تراجع والعقود الأجلة في الفوتسي أو للفوتسي تشير إلى بداية سلبية اليوم وذلك رغب المكاسب القياسية يعني أعلى على الإطلاق شهدناها ليلة أمس في وول ستريت وارتفاعات كذلك كنا شهدناها في الأسواق الأساوية بالطبع المستثمرون عزوا الارتفاع في الصين إلى قرب موعد إجازات رأس السنة القمرية في الصين وهناك دايما زخم في هذه الفترة ومشتريات متزايدة قبل الإجازة الطويلة فهذا عامل دفع أسواق الصيني للارتفاع ولكن الصورة مختلفة اليوم في المنطقة الأوروبية ربما العوامل التي كانت دعمة الأسواق الأمريكية التي هي طبعا قرب السيميلس أو الدعم المالي من الحكومة والسياسة الليلة المستمرة من الفيدرالي هذه العوامل لم تؤثر بنفس الدرجة الإيجابية في الأسواق الأوروبية اليوم كذلك هناك بعض البيانات السلبية صدرة من ألمانيا قبل قليل الصدرات الألمانية نمت بنسبة ضعيفة جدا خلال شهر ديسمبر 0.1% فقط مقارنة بـ 2.2% خلال شهر نوفمبر الواردات انكمشت بـ 0.1% وإذا ما قرن صدرات ألمانيا في ديسمبر من السنة الماضية بفبراير من السنة الماضية يعني قبل الجائحة تراجع بـ 4.6% كذلك هنا في المملكة المتحدة المزيد من القيود على حركة السفر الحكومة اليوم من المتوقع أن تعلن على إجبار كل القادمين حتى الذين لن يخضعوا إلى الحجر الإخباري في الفنادق ولكن الوافدين من الدول الأخرى خارج القائمة الحمراء كل شخص يأتي إلى المملكة المتحدة يجب أن يخضع في منزله لمدة عشرة أيام وخلال هذه الفترة يخضع إلى فحصين بعد يومين وبعد ثمن أيام وهذا سيكون إجباري لأي شخص قادم وأي قيود نصر على السفر تضغط على نفسية المستثمرين إلى درجة كبيرة بيانات سلبية أيضا حول مبيعات التجزئة في بريطانيا سواء كان من كونسورتيوم التجزئة البريطانية أو من بطاقات إثمان باركلي كار تراجع كبير في فترة عادة تكون مهمة جدا بالنسبة للمتاجر في ديسمبر طبعا إن عكاس قرار تسلع على شراء البيتكوين بمليار ونصف المليار دولار كان له أثر واضح هل هذا الأثر ممكن أن يمتد لعملات مشفرة أخرى وهل سيكون هذا الأثر مؤقتا هذا سؤال مهم جدا ونظرنا إلى العملات الأخرى المشفرة إثيريوم ارتفعت على خلفية المكاسب التي شهدناها على البيتكوين والكلام الصادر من المستثمرين هو أن إيلون ماسك أو شركة تسلا أعطت مستقية جديدة وتقل جديد أصبحت تقريبا مينستريم عملة البيتكوين فإذا ما بدأت بالفعل شركة تسلا تقبل الدفع بعملة البيتكوين لشراء سيارتها هل سنرى المزيد من الشركات تتبع أيضا شركة تسلا في هذا المجال فهذا أمر يدعم للآن العملات المشفرة الأخرى وكان فيه أيضا مكاسب الأسواق الأسيوية كذلك على بعض الأسهم التكنولوجية أو العملات المشفرة في الأسواق الأسيوية خاصة في سوق هونغ كونغ فصدى علاميا لذلك سنراقب هذه القصة وسريعا أيضا نذكر أن جودمان ساكس ناصر حصنت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لربع ثاني من السنة الجارية إلى 11% من 10% وكذلك للسنة الإجمالية 2021 إلى 6.8% وقالت جودمان ملفت جدا أن السيميلس الأمريكي هي تقدر أنه سيكون في نطاق الـ 1.5 تريليون دولار هذا أعلى من تقديراتها السابقة صحيح كانت تقديرات السابقة بحوالي 900 مليار دولار شكرا جزيلا لك كارينا كامل حتى اللحظة مباشرة معنا من لندن وسنرجع لك في نشرتنا اللاحقة ومع كارينا مشاهد نصل إلى نهاية نبض السوق إلى اللقاء